تصدف مملكة البحرين اليوم المؤتمر الدولي الاستثمار في الثقافة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية المؤتمر ينظم من قبل هيئة البحرين للثقافة والأثار بالتعاون مع مؤسسة Thinker & Doors الفرنسية والمركز الاقليمي العربي للتراث العالمية استثمار من نمط مغير لأنه يحمل هم الحفاظ على الإرث الثقافي والحضاري للشعوب مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية التعامل مع المكونات الثقافية كمنتج يشكل جزءا من الدخل الوطني يأتي مؤتمر الاستثمار في الثقافة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لفتح النقاش حول مستقبل الاستثمار في عالم الغد من خلال عرض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال بحضور حوالي 300 من المستثمرين والمسؤولين وصناع القرار في المجال الثقافي البحرين كانت من الدول التي بادرت في جعل الثقافة عنصر أساسي في تطور والنمو الاقتصادي للشعب البحريني خاصة بعد تسجيل قلعة البحرين على قيمة طراث العالمي بعد تسجيل طريق اللؤلؤ على قيمة طراث العالمي أنتوا هنا بالبحرين بادرتوا قبل عدة دول بربط الاعتماد على الثقافة أهمية الثقافة استثمار من خلال الثقافة تتناول ورش العمل وجلسات النقاش في المؤتمر العديد من المحاور حول دور الثقافة في الترويج لتنمية المستدامة وإشراك الجيل الشاب في صناعة الثقافة والسهلاكها وإنشاء المؤسسات الثقافية ومساهمة البنية التحتية الثقافية في النهوض بالمجتمعات أنا سعيدة اليوم أني أكون في مملكة البحرين المشاركة مع أختي الشيخة مي الخليفة في هذه الاحتفالية الهامة خاصة أنها تبحث في موضوع كلنا في أمس الحاجلة وهو كيف نصنع الثقافة ونجعلها مورد لدخل الدولة سواء من ناحية السياحة أو من ناحية الإنتاج المعرفي من كتب ومؤلفات ومسرحيات وأمور أخرى أهمية الاستثمار في الثقافة هو شعار اللي رفعته هيئة البحرين للثقافة واستقطبت له العشرات من المهتمين بهذا الموضوع المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية والرسمية من خارج البحرين وهذا يطرح عدة أوراق للعمل على استثمار الثقافة في جميع المجالات مملكة البحرين كانت ولازالت من أوائل الدول التي تمت بالاستثمار في الثقافة عبر إنجاز العديد من المشاريع كمسرح البحرين الوطني الذي شيد بدعم من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ومتحف موقع قلعة البحرين ومشروع إحياء طريق اللؤلؤ هذه المشاريع التي عززت مبدأ التكامل ما بين الجهات الحكومية والخاصة في محاولة لوضع البحرين على خريطة السياحة الثقافية العالمية وكمثال على الأرض لأحد فروع الاستثمار في الثقافة يقام على هامش المؤتمر حفل استثنائي لفرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو العالمية الفنانة ميسا جونوشي مساء نفس اليوم في مسرح البحرين الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة